أخبار كتير منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وكمان على بعض المواقع الإخبارية حوالين فرض رسوم مرور جديدة على الطرق الداخلية في مصر خصوصا الطريق الدائري وفي ناس كتير بتسأل عن حقيقة الموضوع ده وده خلانا ندور عن الإجابة الحقيقية للموضوع للتفاصيل تابعونا الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات قال أنه لن يتم فرض أي رسوم مقابل العبور على الطريق الدائري بعد تطويره وفي وقت سابق قال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق أنه هيتم تركيب منظومة أمان كاملة على الطريق بعد تطويره تسمى ITS كمان وبحسب بيانات سابقة لوزارة النقل تستطيع المنظومة تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلام على الطريق أوضح اللواء حسام الدين مصطفى أن المنظومة يمكن تحصيل من خلالها رسوم زي اللي شغالة في الخارج من خلال شريحة وردارات لكن تطبيق المنظومة دي لم يتم مناقشته بعد أضف كامل الوزير منظومة الأمان هتشتغل على الطريق الدائري بدون تحصيل أي رسوم ولكن معمول بها في طرق تانية ترتبط أو تربط بين المحافظات قال كمان الفريق كامل الوزير أن تكلف التطوير الطرق أو الطريق الدائري بالمحاور والكباري بتوصل لـ 13 مليار جنيه والمبلغ ده بخلاف التعوضات اللي هيتم صرفها عن إزالة الوحدات اللي كانت مقامة على أراضي ملك الأهالي أو أملاك الدولة وهذا بناء على توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل مصير 33 ألف من سوائين المقربصات بعد تشغيل الأوتوبيس الترددي على الدائري وقال تقريبا كل يوم اثنين أنا على الطريق الدائري ومع زميلي في هيئة الطرق والمحافظات والمرور أنا راجع النهاردة من الطريق الدائري مع نوياتي مرتفعة أضف كمان مع نهاية الشهر الحالي هيكون تم الانتهاء من تطوير الدائري بالكامل وكمان هيتم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع طريق المريوطية مع الأوتوستراد بطول 12 كيلو متر تبع كمان الناس بتقول عندك 30 ألف مقربص ماشيين على الدائري هتقطع أكل عشهم؟ لا طبعا إحنا عندنا حصر لكل حاجة عندنا 33 ألف مقربص في 3 محافظات اللي الدائري ماشي فيهم القاهرة والجيزة والقليوبية بيطلع منهم على الدائري فقط 1500 مقربص وضح كمان المقربص بيطلع يحمل طياري من فوق الدائري علشان ما يدفعش تمن الكرتة بتاعة الموقف وده مش هيحصل وهيكون في نظامه أضف كمان المقربص مش هيطلع على الدائري ولكن هاخد الراكب اللي هينزله من الأوتوبيس الترددي في مكانه المخصص تحت وهيتعامل لهم موقف حضاري بمظلات محترمة في كل الخدمات اختتم كلامه وقال الدولة حاليا بتعيد صياغة كل الخدمات اللي بتؤدى للجمهور منها المواقف والميكروبوسات اشتركوا في القناة